احتفلت دولة الامارات باليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والاشعاعي احياء لذكرى يوم السادس عشر من فبراير الفين وعشرين اليوم الذي اصدرت فيه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة تشغيل الوحدة الاولى لمحطة براكا للطاقة النووية ويهدف اليوم المهني الى تسليط الضوء على قصص النجاح والانجازات والجهود الحثيثة التي يبدرها العاملون في القطاع النووي والاشعاعي في دولة الامارات هذا ويعمل عشرون الف موظف في القطاع النووي والاشعاعي في الامارات